مجد احنا كان عندنا كنوز كنوز في السينما والفن المصري وكان عندنا فنانات احنا طول الوقت عندنا عقدة الخواجة كنا نبص على اليزابيز تيلر دي يقولك انا ربيان رومارلين منرو يا خابا ربيان في حين انا في رأيي انه مارين فخر الدين وهي صغيرة طبعا لما كبرت خلاص قصة تانية لكن مارين فخر الدين زبيدة ثروت وسعاد حسني وكان عندنا كمان الوجه العظيم كان اسمه ايه بتاع نادية لطفي عندنا بجد ناس تضرب بتوع نجمات هوليوود دي وتعادهم في البيت لكن للأسف احنا طول الوقت بنقعد ننفخ بتاع اللي برا ونقعد يعني اللي هي زمار الحي لا يطرب يعني فنفسنا بعد كده بس لما يبقى عندنا بقى اليومين دول يعني ان شاء الله خير طيب خلينا اروح لبسرعة لوحدة من المجالات اللي انا بحب طول الوقت ان انا اشيد بالناس اللي بتعمل حاجة صح وبتعمل حاجة صح لنفسها والبلدة انا هنا هكلمكم عن واحدة من القلاع الصناعية المهمة والتجارية في مصر اللي اسمها مجموعة توشيبة ليه انا بكلمكم عن شركة بالعين لانه احنا دورنا هنا في الاعلام انه مع التطورات السياسية وان احنا بننتقد المخطئين كمان لازم نشاور على اللي بيعمل حاجة صحة خصوصا فيما يتعلق بالتصنيع الوطني المحلي والنشاطات التجارية اللي بتدر دخل سواء على الشركة نفسها او على السوق المصري وبالتالي بتدعم الاقتصاد قررت كمان شركة توشيبة وده بقى اللي خلاني ابقى متشجع ان انا اتكلم في الموضوع قررت شركة توشيبة انها تعمل خفض كبير في اسعار السلع المنزلية والسلع الكهربائية اللي هي بتبيعها وذلك اتصاقا مع المبادرة اللي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة كلنا واحد واللي كمان بتدعمها وتنفذها وزارة الداخلية المصرية عشان كينا بقول لكم ان مهم او ان انت تشتغل وتكبر نفسك وتكبر تجارتك وتكبر اقتصادك لكن المهم تبقى فاكر كمان ان انت جزء من بلد والبلد زي بنجحتك وقفت جنبك وهي سبب رئيسي من اسباب نجاحك وتفوقك كمان هذه البلد عليها دين والشعب اللي هو المستهلك بتاعك كمان له دين عليك وده اللي قاله المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارية ان المستهلكين والشعب المصري له حق عند شركة توشيبة عشان كده احنا من اوائل الناس اللي عاملين اكبر تخفيض للاسعار في السلع والاجهزة المنزلية والكهربائية دعما للمستهلك المصري ودعما كمان للاقتصاد المصري واللي عجبني التصريحات اللي قالت ان المصانع اللي بتفتح دلوقتي لمجموعة العربي في الصعيد اللي هدفها توطين الصناعة ونشر القاعدة الصناعية واللي انا مؤمن طول الوقت انه مصر لن يقوم اقتصادها بقوة وبثبات الا بالتصنيع الوطني الشامل شكرا المهندس العربي وشكرا توشيبة واي شركة هتعمل اللي بتعمله توشيبة ده هنشاور عليها ونديها حقها لانه العودة بالفضل لاصحاب الحق نوع من الفضل